السلام عليكم طلبة سنة خمسة معكم دكتورة نعيمة مدرس البريو القرآن ميديسين ان شاء الله هنشرح النهاردة من حضرة البريو الاخيرة ليا بإذن الله ليا تريتمينت أوف الفوركيشن انفولبمنت دي ان شاء الله المفروض كنت اللي هتاخدوها بتاريخ يوم الاثنين تلاتة وعشرين تلاتة الفين وعشرين المحاضرة بتاعتنا زي ما قلنا بتتكلم عنا على تريتمينت بتاع الفوركيشن انفولبمنت اول حاجة هناخدها يعني ايه فوركيشن انفولمنت الفوركيشن انفولمنت دي معناها هي الكونديشن in which bifurcation or trifurcation of multi-routed teeth are involved او انفيدت باي البريدونتال ديسيز اوكي يعني منطقة التريفوركيشن او البريفوركيشن هتوبها انفيدت باي البريدونتال ديس كاركترايز باي البون ريزوربشن والاتشمنت لوس في منطقة الانتر راديكولر سبيز في المنطقة دي هيحصل بون ريزوربشن واتشمنت لوس طيب فيه ترمينولوجيس لازم نعرفها قبل ما ندخل في المحاضرة عشان نكون فاهمين منطقة الفوركيشن متكونة من ايه اول حاجة في حاجة اسمها الروت كومبلكس وده الروت كومبلكس هو البورشن ده كله روت كومبلكس من اول هنا لغاية الروت كومبلكس فهو البورشن افزا توز ذات اس لوكيتد ابيكال السمنت وانامل جونكشن وهو ابيكال على طول السمنت وانامل جونكشن لغاية ايه زي ما انتفقنا الروت كومبلكس كل المنطقة دي اسمها روت كومبلكس طيب الروت كومبلكس بتقسم لايه بتقسم لمنطقتين الروت رانك اوكي والروت كونز الروت رانك هي المنطقة اللي بتبقى من تحت السمنت وانامل جونكشن لغاية الفاتحة بتاعة ايه الفوركيشن اوكي ده ك pueda يبقى الروت رانك هو الديفايدد بورشن بتاع الروت اوكي الروت كونز هي من اول منطقة الفوركيشن Hangs Audio اوكي من اول المنطقة المفتوحةistem بتاع الروت كومبلكس يبقى من اول كده الروت كونز هما الجدرين من اول منطقة الفوركيشن هنا خلاص يا ده كترة فاحنا الروت كونز هي من الاول هي الان ديفايديد ريجون لكن الروت رانك هي الان ديفايديد ريجون خلاص طيب الفوركيشن ار لوكيتد ماشي بتوين الانديفيدوال روت كونز يبقى الفوركيشن هي المنطقة اللي بتقع هنا ما بين الانديفيدوال ايه الانديفيدوال روت كونز او لو كان الروت كونز تلاتة ما فيش مشاكل المهم ان هي المنطقة اللي بتقع بين الانديفيدوال روت كونز طيب يعني ايه فوركيشن 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 هي الروف بتاع ايه الفوركيشن خلاص الديجري بتاع السيبريشن يا ده كترة هو الزاوية الانجل اللي ما بين التو روت لكن الديفيرجون معناها الديستانس ما بين التو روت زي هنا كده ده الزاوية اللي هنا الانجل اللي ما بين التو روت دي اسمها الديجري اوف السيبريشن لكن الديفيرجون هي المسافة الديستانس اللي ما بين ايه التو روت خلاص يا ده كترة طيب ايه الاتيولوجي بتاع اللي بيخليك يوصل ان يحصل فوركيشن اول حاجة طبعا ان يحصل يكون فيه بكتيريا البلاك اوكي ازاي البكتيريا البلاك يحصل بلاك ديبوزيشن والانفلماتر ويحصل في الجنشفا وبعد ان يوصل للبرودنتال تيشوز ويوصل لمنطقة الفوركيشن تاني حاجة الانش طبعا الانسان كل ما تقدم في العمر كل ما حصل ريسيشن وكل ما حصل فوركيشن انفولمين الدينتال كيريز كل ما كان الدينتال كيريز حصلوا بروغريشن تحت المنطقة ابيكالي فكل ما كان ما يوصل للفوركيشن ويعمل الفوركيشن انفولمين البالبال ديس لو حصل البالبال نيكروزيس وحصل انفكشن الانفكشن بتوصل لمنطقة الفوركيشن عشان الاكسيسوري كان يلزو الموجودة هناك في البكتريال انفيجن هيوصل للمنطقة دي تروما برضو من الحاجات اللي ممكن تعملك لو في عندك حاجة اسمها في التوس انام البروجيكشن يعني ايه كلمة انام البروجيكشن يا دا كاترة اعتقد ان انا في محضرة الترمي اللي فات لما كنا مناخد الدياجنوسيز انا اخدت وتشرحت لكم انام البروجيكشن و انام البروجيكشن انام البروجيكشن هو عبارة عن اكتوبك ديبوزيتس من الانامل ابيكال او برعا اكتوبك ديبوزيتس من الانامل ابيكال ايه ابيكال بتاع يعني ماشي زي ما انتم شايفين كده بتبقى من الانامل وتمشي من لغاية تدخل في ايه دا كاترة دي اسمها ودي موجودة في تلاتتاشر في المية بس من ايه من المولرز طيب لما جم يعملوا برضو احنا اخدناها قبل كده دي قلتلكم ان هم عملوا على حسب حكتين على حسب الهوريزونتال كومبوننت انفولمنت وعلى حسب الهوريزونتال كومبوننت انفولمنت طيب على حسب الكلاسفيكيشن اللي بيزده على الهوريزونتال اتاشمنت روس اه كان فيه اتنين من اهم الكلاسفيكيشن اللي هو جليكمان كلاسفيكيشن ده كان سند الف تسعمائة تلاتة وخمسين وفيه هامس كلاسفيكيشن ده كان الف تسعمائة خمسة وسبعين اللي بازد على الهوريزونتل والفيرتيكال كومبوننت ده اشهر كلاسفيكيشن اللي هو الترناو والفليتشر كلاسفيكيشن وده كان سنة 1984 طيب الجيكمان كلاسفيكيشن اللي هو بتاع سنة 1953 ده ده كاتراء كان بيقول ايه كان بيقول كان قال ان الفوريكيشن قسموها لأربع جريدز اه على حسب الهوريزونتل اه دستركشن اوكي فجريد وان هنا قلنا ان هو اسمه انسبيينت فوريكيشن لاني الفوريكيشن الهنا الهوريزونتل اه اه استركشن بيحصل فيها يضوبك اه اه ام لص بنسبة قليلة فبيبقى حاجة انسبيينت يعني مرض بداي صغير او الستيج بيحصل فيه بس سوفت تيشو ليجن لكن ما بيحصلش دستركشن للبون اوكي ده كاتراء بيحصل لو حصل ليحصل سلايد بون لوس لكن مصلي بيبقى السوفت تيشو هو اللي بيحصله لوس في منطقة الفوريكيشن هنا يعني هنا السوفت تيشو هي اللي بتبدأ يحصل لها دستركشن وليس البون اه او ان البوكيت بيحصل له اكستندنج لمنطقة اه تيجيت ايس كده تلاقي ان البوكيت واصل لمنطقة الفوريكيشن لانت الراديكيشن زي ما اتفقنا بيبقى امباكت او فيه يلضوبك انسبيينت بون لوس عشان كده ما بيظهرش فيه الاكس راي قوي منطقة الفوريكيشن اني فيها الريديوليسنسي لاني ما بيبقاش فيه دستركشن للبون ومصلي بيبقى فيه صبرا بوني بوكيت ما بيبقاش انفرا بوني بوكيت كده كاتراء دي ج بريدتو بيسموها كولدي دي ساك اللي هي زي جيب كده المحفظة بيبقى عاملة زي الجيب دي بيبقى الهوريزونت الكمبون انت بدأ يحصل له دستركشن بيبقى فيه بورشن من البون حصل له دستركشن وفيه بورشن لسه قاعد مالي منطقة الفوريكيشن بيحصل بيرتيكال بون لوس او ممكن ما يحصل شيء الريديو جراف بيبقى فيها باين الجريد يعني منطقة الريديوليسنسي هنا ممكن تبان او ممكن ما تبانشي لو فيه في المجزلة ريمولرز لان احيانا بيحصل ان البلت الروت يعمل اوبستركشن على اوبسكيورينج ليه الباكل الميزيوباكل والدستوباكل فما بيبانشي قاوي منطقة الفوريكيشن الجريد سرية دا كاترة دا بيبقى سروء اند سروء لما تدخل البروب فتلاقيه طالع من الناحية التانية للفوركيشن دا بيسمو سروء اند سروء دا طبعا بيحصل كومبليت ديستركشن للبون والسوفتي تيشوز بس بتكون الفوركيشن لسه كفرد باي الجنجبة اوكي طيب طبعا بيحصل بتبان قوي ريديو جرافز بيختلف ايه عن كلاس فور بيختلف عن كلاس فور كلاس ري هو هو كلاس فور بس بيختلف عنه اني الجنجبة هنا بيحصل للجنجبة خالص في كلاس فور لكن في كلاس ري بيبقى الجنجبة مغطية فبالتالي هنا في كلاس فور بتبقى هنا في كلاس فور بتبقى يعني بنكون شايفينها بعنا زي هنا كده هنا في فانت شايف الفوركيشن مفتوحة خالص هنا دا زي كده هنا عاملين طبعا رفعين في لا بيوريك ان كلاس وان مسلا حاجة في انسبيينت اا لص يعني حاجة انسبيينت ليجين صغير جدا وبعدين هنا كلاس تو بيحصل اا بس برضو لست في بون شوية مالي الفوركيشن او محضوط في الفوركيشن كلاس ري مفروض ان هو مغطي الجنجبة بتبقى مغطية الى حد ما كلاس فور اا بتبقى فيه سيفير ريسيشن ومنطقة الفوركيشن بتبقى ايه? اه 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 اكنك شايف طانل اه نفق ما بين ايه الجدور انت شايفها. دي برضو اه حاجة ده مفروض يعني مضغطي اكتر من كده شوية وده طيب التاني اللي هو اللقاء 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 ده سنة الف تسعمائة خمسة وسبعين اه ده اللي كان بيعتمد برضو على الهوريزونتال كومبوننت ده اسم الفوريكيش انفولمنت لتلاتة لديجريز قالك اه الديجري وان ده لو فيه هوريزونتال لوس او في البروزونتال سابورت نوت اكسيد طولت الويتس بتاعة توس ماشي يعني البون لوس هوريزونتالي اه مش اكتر من طولت الويتس بتاعة توس ديجري تو فيه هوريزونتال لوس بتاع البروزونتال سابورت ده اه اكسيد طولت الويتس لكن مش بياخد كل التوتال ووتس يعني الويتس يعني ما فيه سرو اندو سرو لكن ديجري اه سري ده في سرو اندو سرو ده بياخد كل الويتس بتاع الفوريكيشن اريا وبي بيعمل فيها ديستركشن اوكي طيب اه الكلاسي فيكيشن اللي اعتمد على الهوريزونتال والفوريكيشن اللي هو بتاع اه اه ترناو اه اسمه اه بتاع ترناو اند فليتشور ده سنة 1984 اه اه ده كان بيقيس البروزونتال بتاع الفوريكيشن من الفلور بتاع الفوريكيشن لغاية الروت اوكي اه اه سوري من الفلور بتاع الفوريكيشن لغاية الروف بتاع الفوريكيشن فقسمها الى ثلاثة جريد جريد اي او سب كلاس اي و جريد بي و جريد سي الجريد اي قالك ان فيه vertical destruction حوالي بياخد one third of the road او منطقة الانتر راديكولر يعني بياخد من حوالي واحد لثلاثة مليمتر من منطقة الانتر راديكولر هايد ده جريد بي او سب كلاس بي الvertecal component بياخد او الvertecal destruction بياخد حوالي تلتين الروت او الانتر راديكولر هايد فبيبقى حوالي من اربعة لستة مليمتر الجريد سي طبعا ده بياخد لغاية بتاع الروت و ده حوالي بيبقى اكتر من سبعة مليمتر طيب ازاي نعمل الدياجنوزي الدياجنوزي في ميالي او بيبير او بيبير ده سنة 1994 اااة include الرول بتاع قال اني ليه اهمية كبرة في انه يعرف الاناتومي بتاع اذا هو كلاس وان او كلاس تو او كلاس او كلاس فور. اه وجدوا ان ده كترة مهمة مهمة في حاجات جدا. اه حاجات كتير جدا. اه ده بيسموه لو انت تحط البروب وانت حاطة اناسيزيا وتبدأ تدخل في الجنشفة بالبروب بتاعك وتبدأ تشوف اه البون اه 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 الكون فيجوريشن بتاع البون والروت والكلام دا كله. قال لك ان هو بيساعدنا في بتاع المورفولوجي بتاع التوس. الالبوزيشن بتاع التوس in relation للاجيسن التوس بتاع الجنبها. بتاع الالفلار بون. الكون فيجوريشن بتاع البون دفيكت اللي انت دخل فيه وكما يمكننا العرب بـ وكما نحرك بالبريزنس و الأكستنت بـ زي الكيرز والبالب نكروزيس ده التكنيك لما شرحت لكم في الترمية الأول برضه في الـ أن الفوركيشن لما نعمل لها نعمل لها Diagnosis بـ بيبقى كيرفت وقربت اسمه الـ الـ فمندخله في منطقة الفوركيشن فبيبدأ يقسلك الفوركيشن ووصله معي لكم ده برودونتال بروب عادي ويمدخلينه برضه ICMP في المكزيلا ريمولرز زي كاترة بيقولك أني الميزيال فوركيشن بتبقى لما تيجي بتبقى موجودة مور بلتة فأنت لما تيجي تعمل لها إفالواشن وتعمل لها بروبنج فأنت تدخل لها بلتة لكن فوركيشن قالك أنها موجودة ما بين فأنت ممكن إما تدخل لها باكلي عادي إما تدخل لها بلتة بتبقى مور بلتة لي فعشان كده احنا بنعمل لها او بروبنج من البلتة لكن بتبقى ميدوي ما بين الباكل واللينجول فمندخل لها باكل او لينجول ده في المكزيلا ريمولرز طيب الفوركيشن في المكزيلا ريمولرز بتبقى صعب جدا ان احنا نعمل لها عشان هي ميزيل و ديستال وخاصة كمان ان البريمولرز مليان anatomic variation زي مثلا بيبقى فيه longitudinal force أو invagination بتبقى عند بتاعت قريبة من السمنة واناعمل جونكشن عند الفوركيشن كده فبيبقى صعبة او ان انا اعمل determination او ان انا ايس الفوركيشن في منطقة المجزلري بريمولرز الريجيو جرافز من الريجيو جرافز من التكنيكس اللي انا برضو بحتاجها عشان اعمل اا ايس الفوركيشن سواء باخد او بايو توينج بشوف بها الانتر دينتال بون بشوف بها الانتر دينتال بون طبعا في منطقة احيانا بيبقى فيه بين الكلينيكل والريجيو جرافز يعني ممكن تلاقي في الكلينيكل مثلا حاجة سبير وفي الريجيو جرافز لا مش مش باينة اوي والعكس ممكن تشوف في الريجيو جرافز حاجة سبير جدا وفي الكلينيكل مش ظهر اوي انها سبير فاحيانا بيبقى فيه انكوستنسي فيه الكلينيكل ورديو جرافز او طبعا في المجزي بيحصل زي ما قلت في البلت الروت او الثيك بون فممكن انها ما بتبينش اوي البون ساوندنج اللي انا قلت عليه او ده بيتعمل تحت الانسيزي دا كاترة وبستخدمه في الدياجنوزز بتاع آآ آآ ودي طريقة مهمة جدا بعرب بيها البوني الاندرلاينج بوني كنتور ماشي دا كاترة زي ما اتفقنا في العالم جريم بيرج سنة اكتسع مستوى سبعين قال ان ده بيديك لو تقارنته بالسيرجيكال آآ آآ يعني بيديك ما شاء الله آآ آآ نتائج انت عن البون كنتور اللي انت داخل عليه اوكي اه برضو العالمين آآ آآ كالكوارف و آآ آآ رين هاردت سنة 1988 قالوا اني عشان نعمل دياجنوزينج لفوركيشن المفروض اعمل كومبيناشن ما بين الريجيو جرافز والبردونتال بروبنج العادي اللي هو بتعامل بكرفد اكسو بلورر او نيبرزو بروب والبون ساوندنج يعني اننا نعمل كومبيناشن بين الثلاث حاجات اللي هو البردونتال بروبنج والاكس راي والبون ساوندنج فيه حاجة جديدة طبعا اللي هو البريو اندوسكوب ده برضو استخدموه علشان آآ يحدد برضو الفوركيشن انفولمنت وده ان هما بيحطوا تيب فايبر اوبتك بتبقى ريوزابل بيخطوها على آآ البردونتال آآ بروب المناسب يمثل ليها او weird onsiu ويدخلوها في منطقة الفوركيشن ويبداؤوا يشوفو بيها منطقة الفوركيشن انفولمنت طيب الفوركيشن تريتمنت يا داكاترا الفوركيشن تريتمنت احنا بتعتمد على آآ الآآ اآ الطيب بتاع الفوركيشن او بالجويدل تشو او بالروت ريسكشن بالروت الار اس دي اللي هي الروت سيباريشن روت سيباريشن وده ريسكشن تتعالج بالطانالينج بالروت سيباريشن و ريسكشن وطوس اكستراكشن ده جدوально ملاء من كل طريقة يعني كل الجلس التاحها وازاي تتعالج? بيقول لك لو تعالجها بالسكيلينج او لدونتو بلاستي والقصي بلاستي. حاجة اسمها بلاستي. اوكي? لو اه عندك هيتعالج لو لو كورونا للفوركيشن هينفع معاها سواء استخدمت اه او نانو ممبرين معاها او من غير او اوم SALT او 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 أقل من اربعة هينفع معاه الريجينجي الريجيني ريشن الاقل من الخمسة هينفع معاه الريجيني الانتر root separation اقل من خمسة مليليميتر هينفع معاه الريجيني الريجيني ريشن. لكن او 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 الانتر بروكزة ميل بون ابيكل للفركيشن او الvertecal dips اكتر من 4 مليمتر او الhorizontal dips اكتر من 5 مليمتر او لو انت الroot separation اقل من 75 من 100 مليمتر او اكتر من 5 مليمتر يبقى التريتمنت بتاعك هيبقى scaling root planning والفركيشن بلاستي اللي هي بتشمل لدنته بلاستي والاستي بلاستي او التونلينج او bluetooth او الاكستراتشن علاجه بالطانلينج انه احم تتعمل حاجة اسمها تونل هناشتراحها او好的 او الاكستراتشن طيب ايه لأي بتاعنا من التريتمنت ان انا عالج الفركيشن دي اول حاجة ان انا لشيل المكروبية البلاك من بتاع الroot complex تاني حاجة ان انا وقف انا مش عايز Что Especially entrepreneurs تاني ثالث حاجة ان انا اعمل اناتومي للأفكتد سيرفز في منطقة الفوركيشن بحيث ان هو يسهل لي السيلف بروفيرمت بلاك كنترول يسهل لي في المنطقة دي البلاك كنترول طيب الفاكتورز اللي هي كونسيدرر في التريتمينت بتاع الفوركيشن هي فاكتورز بتأثر على التريتمينت بتاعة الفوركيشن في حاجات توس ريليتد بتبقى خاصة بالتوس وفي حاجات خاصة بالبيشن الحاجات اللي بتبقى توس ريليتد فاكتورز اللي ريتد للتوس على حسب الدجري بتاع الفوركيشن اللي انت بتعالجو الامونت بتاعة البردونتال سابورت في كل روت البروبينج ديبس واصل لقد ايه التوس موبيلتي السنة بتتلخلخ ولا لا الاندودونتك كونديشن الاندودونتك تريتمينت اللي انت عامله كويس ولا لا الروت كنال اناتومي عاملة ازاي اذا كانت ضيئة او كيرفد مو ما تنفعش فيها اندو ولا لا الافيليبل ساوند توس صابستنس هل الساوند توس صابستنس المتبقية اه فراكشورد اه بدلي ديكايد ولا اه كل الكراون قاعد زي ما هو التوس بوزيشن هل اه طلع باكالي انكلايند اه في الاكلوجيا المزبوط ولا لا البيشن تريليتد فاكتورز بتعتمد على اهمية الاستراتيجيك فالو بتاعت التوس الريليشن للأوبر اول بلان مدى اهمية وجود السنة دي بالنسبة للتريشن بلان بتاعتك اللي هو متطلبات البيشن هل مهم جدا السنة دي انك تعالجها وتخليها في لانها مهمة في الاكل اه مهمة استاتيكالي للبيشن اه البيشن ايج طبعا عمر البيشن والهيلس كونديشن بتاعته هل تسمح انك تعمله سيرجوري وكده الورال هاجين كبستي هل الورال هاجين بتاعت البيشن كويسة بحيث انك تقدر تعمل فوركيشن اه تريتمنت اه اه وانت متطمن انك البيشن ده هيحافظ عليها ولا تطعب يبقى فيه وانت بتعمل الفوركيشن سيرابي فيه سري برود استراتيجيس لازم تبقى واخد من لك منها ان انا بعمل الفوركيشن سيرابي ده عشان اعمل منتنانس الاجزيستنج فوركيشن ده اه عن طريق ان انا اه اه اعمل skill mindset planning واو ان انا اصد منطقة الوركيشن ده اه لو كانت صغيرة بآة من حيات النبي مثلا اه ام بآه بجرس اينام الاستراتيجي او ان انا ازود ikreon الاحسس للفركيشن. بحيث انها تبقى سهل بعد كده انها انضفها في الآآ بد شرح او باي حاجة. فتبقى سهلة في الفركيشن. دي هتتعامل عن طريق ان انا هعمل جنجيفيكتومي. او ابيكالي اتفلاب هعمل انت في الوقس يسمونها تالي استراتيجيز اللي انا بعملها للفركيشن سيربي او اهمية في PE ان انا اعمل فاركشن خالص وده عم طريق انا اعمل لاما منطقة الفاركشن او عملت بايكستبيضية ان انا اسمت السنة لنصين لغية منطقة الفروكشن خالص. ده التالت افكار او استراتيجي اللي انا بعمل بيهم الفوركيشن اه اه سيرابي التاج. طيب الفوركيشن في ديجري وان اه اول حاجة احنا قلنا انها بتتعالج عن طريق والروت بلانينج طبعا. او ممكن اعالجه بالجينجبيكتومي او الفوركيشن اه بلاستي. دي حالة زي ما انتم شايفين كده في فوركيشن ديجري وان في كالكولاس فعملت سكيلينج والروت بلانينج كويس. ممكن اكون اعملت ميلي مثلا جيفيكتومي لغاية المنطقة بانت انها بقت كلين ورجعت تيشوز ادابت الثاني على الروت على توس سيرفس وانطقة الفوركيشن بقت بقت اجلابل ان انا انضافها كويس محشانش فيها بلاك اكيوميليشن ثاني. النان سيرجيكال ابروش اسكيلينج والروت بلانينج زي ما اتفقنا انها بتبقى بتعمل ريزوليوشن للانفلاميشن كونديشن باستخدمها في كلاس وان فوركيشن افولمنت ممكن استخدمها في الشالو اه كل دي ساكل اللي هي جريد تو اه لما بيحصل هيلينج من الاسكيلينج والروت بلانينج بيحصل لي استابلش للنورمال جينج بترجع لعادتها تاني وللاناتومي بتاحها تاني وبتبقى بروبريلي ادابتد بروبريلي ادابتد لي السوفت تيشوز اه ان المورفولوجي اوبتيمل للجود بشانت كنترول يعني بترجع لمكانها بتبقى ادابتد على توس سيرفس وبتبقى بتديك مورفولوجي سهل ان البشانت اه يعمل بيه اه كنترول اه ام طبعا المتريكولاس اورال هجين بعد كده انا بعمل اورال هجين كويس سواء اه بالربر تيب بتاعتي او بيه اه البروكسي توس براش دي نوع من الانتر دينتل اه براش او كي اده كاترة برضو الاسكيلينج والروت بلانينج ممكن يو هو الوحيد اللي عندك لو لان البشان ده ميديكالي او سيكولوليجيكالي اه مش اه مهيئ ان هو يعمل السيرجلي طيب التاني حاجة في اه اه من حاجات السيرجيكالي انا ممكن اعالج بيها اللي هو يقول نجنيج فيكتومي و اه فيه الفوركيشن بلاستي الفوركيشن بلاستي اده كاترة دي عبارة عن ريسيكتب يعني بشيل فيها بقطع سيرجيكال تريكمنت اسوشياتي الواز الادونتو بلاستي والاستيو بلاستي طيب بستخدمها فين بستخدمها مينلي مع الباكالولينج والفوركيشن اه بشيل فيها جزء من التو سابسنس فعشان كده مسميها ادونتو بلاستي وجزء من المالفولاربون بعمله فبسميها قصي بلاستي فعند بتاع ايه الفوركيشن يعني بشيل جزء من التو سابسنس هنا عند الفوركيشن ومنطقة ومنطقت برضو جزء من المالفولاربون بعمله فيه العملاء دي كلها اسمها ايه ده كاترة اسمها فوركيشن بلاستي هنا ايه하고 بدأ ي likipTon وهنا شال شوية من المالفولاربون باحس انها بدأت تبقى مفتوحة كده كدرة وبعدين خيط دي اسمها فوركيشن بلاستي طب الفروسيدور انا برفع الفلاب عادي وبشيل الاي انفلاماترو سيفت تيشو ببدأ اعمل الاولونتو بلاستي زي ما زي ما انا قلت في منطقة الفوركيشن باكل من الفلور بتاعت باكل من عند الفلور بتاع الفوركيشن عشان اشيل او اقلل الورزونتال كومبوننت بتاعت الدفكت يعني انا بعمل اوضونتو بلاستي ليه علشان اقلل الورزونتال كومبوننت بتاعت الدفكت وباوسع منطقة الفوركيشن انترونس لدخلة الفوركيشن دي باوسحها بعد كده بعمل زي ما قلت ري كنتورينج او ريموتلينج للالفولار بون كريست عشان اقلل الباكل لينجوال دايمينشن بتاعت البون في الفوركيشن اريا وبعد كده برجع الفلاب تاني واعمله سوتشرينج فبالتالي انا كده عملت عملية اسمها الفوركيشن بلاستي لما بيحصل هيرينج التشوز بيبدأ يدخل في المنطقة دي ويعمل لك صفتي تشو بابلي في المنطقة دي بتغطي منطقة الفوركيشن انترونس فبالتالي المنطقة دي بتبقى سهلة ان انا اعمل لها بعد كده بلاك كنترول بعمل فوركيشن بلاستي في حالات الجريد وان والجريد تو دي شرح للقدونتو بلاستي ان انا باستخدمه في جريد وان زي ما قلت او جريد تو وده ان انا فيه بعمل شي بين جريد توس كورونا لمنطقة الفوركيشن في المنطقة بتاعت الفوركيشن روف كده علشان اسهل الاكسس للبلاغ كنترول كده كترة وبزود بتاعت الفوركيشن بي وبقلل خلاص زي ما قلنا بيستخدم في جريد وان وجريد تو بخلي بالي بقى ان الويدونتو بلاستي ده ممكن يعمل لي في السنة ممكن يعمل لي بالبل ايريتيشن يعني دي لان يحصل برب من ان تدامج في البلب ممكن الناس لو لو هو واحد ايده يعني جامده شوية كده فممكن يعمل لي بالب اكسبوجر وممكن يزود لي الرسك طبعا بتاع الروت كيريز لان المنطقة دي هتبقى اكسبوز فممكن يزود لي الرسك بتاع الروت كيريز الاستيبلاستي بيختلف ايه عن الاستيوكتومي الاستيبلاستي هو عبار عن ريشيبنج للسيرفسيز بتاع البون ويزود رموفنج للطوز سابورتنج بون من غير ما تشيل طوز سابورتنج بون لكن استيوكتومي يوقع احنا هنعمل ريموفل للطوز سابورتنج بون بتتعالج باللال اللي احنا شرحناها او بتطانيل بريبريشن او بريجينريتيف تكنيك الريجينريتيف تكنيك من احسن الحجات اللي بتمفع فيه الجريتو وانه احنا امتى نستخدم الريجينريتيف تكنيك وينجح فيه جريتو سواء هتستخدم جايز احنا إطانيل بريبريشن داي الطالي البربريتشن دي يعني انا اعمل يدا كترا نفق تحت اوكي. اعمل لي فتحة كبيرة كده تحت الفركيشن بحيث ان انا ابدأ ادخل فيها الانترادنتل براش وهي مرتاحة عشان تنظف لى الاكل في المناطق دي. ام التكنيك ده ازى بنستخدمه في حالات الديب دي جري تو اللي في المنديبلر مولارز اااا فيه بحول دي جري تو اااا بتاعت الفوركشن لدي جري فور يعني انا بحول دي جري تو ودي جري سري للدي جري فور بحيث او جلس فور فوركشن بحيث انها تبقى مفتوحة بتاعت الفوركشن تبقى مفتوحة فبتبقى الاكساسوبل لالعرال هيجين بروسيدور بشيل فيها طبعا هارد وصفت تيشو بعمل ريسيكشن ليهم. بعمل لها ومنطقة بعمل فيها بحيس ان انا اسمح زي ما قلت ان انا ادخل فيها زي الفلاب بنزله تحت طبعا لان انا خلاص اكلت من الحتة اللي فوق دي فابدأ اعمل له الى عشان الاريا طبعا بتاعت الروت دي عشان انا بخاف من الهايبر سينسيتيفتي فبيقولك انك ممكن تعالجها بتوبك الابليكيشن للكلوريكسيدين دايجولوكوناد مع الفلوريو تفرنش عشان تقلل الهايبر سينسيتيفتي بتاعة الروت ويتقلل ان يحصل كرياس ليجن في المنطقة دي نتيجة ان هو حصل اكسبوز روت او حصل دنيو دي روت عن طريق الطنل اللي احنا عملناها دي عملية الفوركيشن هي انت عندك جريت سري دي اوكي او بدأت زي ما انتو شايفين كده دخل عمل فلق رفع الفلاب وبعد ان شال من هنا اوكي او بون اوكي وبدأ افتح نفق تحت التوس كده في الفوركيشن فبقت الفوركيشن ونزل الفلاب فبقت الفوركيشن حولها من جريت سري لجريت فور اوكي بقت الانتردينتال براش تدخل وتخرج بسهولة بحيث ان البشن تقدر يعمل بلاها كنترول كويس طيب الريجن ريت بروسيدور واتنا قلنا انها بتبقى بتدي ريزلتس كويسة جدا في الجريت تو لكن بتدي ليس بريدكتبل آآ ريزلتس في حالات الجريت سري او آآ حالات المجزيلة جريت تو زي ما احنا قلنا دايما ان الجدي تشو ريجين ريشة ما بنجحش قوي في المجزيلة جريت تو فوركيشن ولا ولا في الجريت سري ما بيديش ريزلتس كويسة زي آآ الجريت تو طب ليه عشان الاسباب القاتية قال لك ان الهوريزونتال طيب بتاع الفوركيشن ديفكتس آآ طبعا في الجريت سري بيبقى سروقا دوسروه فكل المنطقة كلها هوريزونتال اكلة كل منطقة الهوريزونتال كومبونانت دي وطبعا احنا عارفنا ان عشان اعمل المفروض يبقى عندي اكتر 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 عشان آآ اقدر ادخل البون جرافت او الممبريم في حتة تبقى لكن كل ما كانت هوريزونتال كل ما كان صعب ان انا احط فيه جرافت تاني حاجة عشان الكمبليكس اناتومي في المنطقة دي انها كلها دخلة من اولها الاخيرها فالاناتومي بيبقى صعب في المنطقة دي ثالت حاجة اني في بور يعني ان انا ما بقدرش آآ آآ اعمل كويس في منطقة لما بتبقى سرو كده آآ خاصة في منطقة عن المنديبولر آآ آآ طبعا المنديبولر زي ما قلنا بتبقى اصعب آآ ان يحصل عشان المنطقة دي صعب ان انا اشيل اعمل منها ده غير كده اني في المنطقة لما بيبقى سرو والمنطقة مفتوحة خالص بيبقى فيه بور بلاد سابلاي لان ما فيش اي كمية بون متبقية حتى تعملي تديني آآ بلاد سابلاي واخر حاجة اني اني ممكن لما بيحصل ريسيشن في المنطقة دي آآ آآ بعد الفلاب ما بعمله ما بقفله ممكن يحصل ريسيشن ويحصل اكسبوجر للمنبرين لان ما فيش اي بون يعمل له سابورت للسوفت تيشوز فبيحصل ريسيشن فيبني المنبرين اللي انا حطاه فبتفشل الايه الريجينريتر بورسيدور طيب آآ آآ ده ده التكنيك بتاع الريجينريشن هنا طبعا آآ دخل لقى مسلا كلاس تو آآ او جريد تو فور كيش انفولمنت بدأ ينظف في عمل برايد منتو كواس جدا اوكي هنا بدأ يعمل برايد منتو كواس جدا عامل طبعا وشايف منطقة الفور كيشن وبعدين حط المنبرين اهو حط المنبرين وبعدين نقفل لما جي فتح تاني بقى بعد فترة آآ عشان يشيل المنبرين او على حسب لو كان رزور بابول هو كان بيشوف لقى ان بدأ المنطقة البتاع يملى تاني تشوز وتعمل بون بصوا هنا كان ما فيش خالص بدأ يبين في تشوز وبون بدأ تتكون طيب آآ الفوركيشن بتاعت انفولمنت دي جريسري بقى احنا قلنا جريد تو بتتعالج يا اما بالفوركيشن بلاستي اما بالطانيل يا اما بالجايد بالتشوز جنريشن الفوركيشن اما بالتشوز تعمل بالطانيل يا اما ان انا اعمل روت ريسكشن يا اما اعمل او اكستراكشن. وطبعا زي ما قلنا ان الجادي تشو ريجنرايشن بيديكي لس بريدكتبول ريزالس مع ديجريس ري فوركيشن افولمون. طيب. في حاجات انا لازم نعرفها يعني ايه توس سكشنن يعني ايه روت ريسكشن يعني ايه هيميسكشن يعني ايه باي كاسبيديزيشن يعني ايه روت امبيوتيشن. اوكي? طيب. الروت سيباريشن ان ريسكشن. اللي هي الار اس ار اللي هو الروت سيباريشن ان ريسكشن يا ده كترة يعني ان انا بعمل سكشننج للروت كومبليكس And the maintenance of all ルوت يا انا بعمل سكشننج للروت كومبليكس لكن بخلي روت كلها موجودة. لكن الروت ان انا بعمل سكشننج وبعمل removel one او توrolle셔 على حسب من الماتي روتته دوس بيعط يعتمد على ايه على حسب اكتر روت فيه كمية آآآ ويه آآآ Finding من junior de-rate department. من التوجه اين بحكم عليه ان انا اشيله. مثلي ايه بحتاج طبع ان انا اعمل في السنان دي طبعا. طيب. الى اللي هتقصر لي على الر insr ان انا اعمل الروت والسيبريشن. اول حاجة اللينس بتاع لو انت عندك السنة كل ما كان عندها شورت روت رانك كل ما كان اسهل ان انا اعمل روت سيبريشن او روت ريسكشن لان المسافة هو بقى سيارة ان انا اقص بسرعة الروتس واشيله. كل ما كانت ما بين الروتس اكتر كل ما كان احسن لان كل ما كانت قريبة من بعض كل ما كان في يوزد كل ما كانت اسوأ في حكاية السيبريشن دي. خلاص اللينس والشيب بتاع الروت كل ما كانت الروت طويلة اه وكبيرة لحد ما كل ما كان احسن لانها لو كانت شورت وسمول وجيت اعمل لها هتاصل لي على الموبيل على الاستابلاتي بتاعتها فممكن تخليها بعد كده تبقى موبايل وخاصة لو انا محتاجة السنان الروتس دي ان انا الحاجات اللي بتأثر عليها برضو الامونت بتاعت الروت لازم الكمية حوالين كل روت هو اللي بيحدد لي ازا كنت هعمل له ولا هشيله خالص برا السنة طبعا بتاعت الروت على حسب ده ستيبل ولا لا لو مش ستيبل طبعا هشيله برا السنة خالص لكن لو ستيبل بقى انا اقرر ان انا اصيبه طبعا والاكسس بتاعت الورال هاجين ديفايزز هل ان هو سهل ان انا ادخل الورال هاجين ديفايزز ولا اه ده برضو بيتحكم لي في حكاية ان انا اعمل روت ريسكشن او سيبريشن الانديكيشن بتاعت الار اس اار ام لو عندك اكستنسيف بون اه روزوربشن الراوند الروت بتاعت الافكتي التوس اه البروسيدور دي ده كاترة ام اه لما بعملها لازم اه لما هاجي اشيل روت لازم اكون متأكدة ان بقيت الروت فيها سافشن تسبورت بحيث انها تقدر ان انا استخدم السنة دي بعد كده في الفونكشن اوكي كتوس ان انا اكل عليها لكن لو ما فيهاش سافشن تسبورت فملهوش لازم الروت سابريشن او الروت ريسكشن اه في السنان اللو انا طبعا عايز استخدم السنان دي كاباطمنت لبوروسيدس وعايز احافز على السنان لو فيها كمية بوردونت السابورت كويس فاعملها اه اعمل فيها ار اس اار لو فيه لو فيه سيفير التاشمنت لص في سنجل روت واحد وبقيت كل بقيت الروت كويسة فيها الاتاشمنت ليفل طبعا لو البيشنت اه عنده جود اورال هيجين هو عنده لو لانه لو عنده اه بور اه بلاك كنترول اه وجود اورال او بقيت اورال هيجين فمش مش مستحب خالص ان انا اعمل له الار اس اار طبعا اه الروت ريسكتب تيز دي هتحتاج ان انا اعمل اندوتونتك تريتمنت زي ما انا قلت طيب الكنترا اندكيشن للار اس اار دو انا عندي نارو كيرفد وبرشة لابلتوريت الكناز مش هنفع فيها اعمل اه اندوتونتك تريتمنت فبالتالي مش هقدر اعمل الار اس اار لو عندك بور كراون الروت ريشيو على الروت اقل كراون روت ريشيو المفروض يوصل وان لو عندك اقل من كده مش هينفع هده اللي مش هيبقى فيه خالص في الروت اللي انا اكتبها لو الروت فيها اناتومي اه مسلا فيها فيها فرز كتير فيها حاجات فده مش مستحب خالص ان انا اخليه او اعمل له حتى لو الروت رانك اه اه مثلا او فيه ففوز روتز دي من الحاجات اللي بتمنعني ان انا اعمل الار اس اار اا rem لو الطوس اا اما ان انا اعمل اندوриستراتيب ده حاجة نوت بسي بول طبعا فبالتالي مش هقدر اعمل لها روت ريشكشن لو البيشن زي ما قلنا مش قادر يعمل القوران هيجين ومش كويس في الاورال هيجين فمش مستحب ان انا اعمل ا اا اا الار اس ار. دي كلها بتاعت الار اس ار. روت فلوتنج. اه في اكسيسوري كنالز. اه في ملتبل روت كنالز. كل دي اه حاجات بتصعب علي ان انا اه او بتسهلي او بتخليني اقرر ان انا اشيل الروت ده. اوكي? لازم اشيل اي روت اللي ممكن يعملي في اللي ممكن يأصلي على ده برضو يستحب ان هو هو اكتر حاجة ممكن اتقرر ان انا اشيلها. طيب اه اه اكتر روت يا داكاترة بتشال في المجزيلة ريمولرز الدستوباكل. اكتر اه روت بتشال في المجزيلة ريمولر هو الدستوباكل. طبعا برفع في الاياب عادي يا داكاترة وبعمل دبرايد منت كويس جدا وببدأ اجيب اه اه الكونترا واجيب او وابدأ اقطع منطقة اللي انا عايز اشيله تحت على طول اه اه وكيدة كترة وابدأ اعمل الروت اللي انا هعمل له ده عند منطقة تحت على طوله ازاي بالزبط مقطع لكم منطقة تحت منطقة الكونتكت وابدأ اه بالكيو باي اه اه اشيل الروت ده برس لنا خالص وبعدين بستون اه او ستون او بير ابدأ اعمل اه 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 اعمل لمنطقة اللي فيها اللي اعملتها اللي اعمل لها وكونتورنج بحيس انها تبقى منطقة او سهلة اه انها منطقة سهلة انها تتنظف بسهولة با اه اللي انا هدخلها وبعدين انظف الاريا كويس جدا بعد ما اعملت الاسموسنج وابدأ اعمل ابيكالي بوزيشنيند في الاب واعمل سوتشار واحط اه برودونتال باك وده المنظر اللي هيطلع لي طبعا بعد السورجي ده اه اه فيجر لي السورجي زي ما اتفقنا هرفع في الاب واعمل دي برايد منطق كويس وبعدين ابدأ اجي اعمل اه سيبريشن دي الروت ده اعمل له ريسكشن وهشيله خالص بره التوس فس انها هتبقى في وقفالي بتنين روت اوكي فبقيت الاريا ازي انها يبقى انها تبقى سهل انك تدخل هنا يعني ايه كلمة كلمة معناه ان انا اعمل يعني اشيل معي كمان جزء وده مصلي بيحصل في المنديبلول مولرز ده الهيميسكشن في المنديبلول مولرز ان انا سيه الروت بحطة الكراون اللي مسكة فيه كمان ده بيحصل قولنا في المنديبلول مولرز في الباكل واللينجول فوركيشن كلاس 2 او كلاس 3 الخطوات كلها مصلي سيميلار لرسكشن معادة ان انت بتشيل جزء كراون كمان اللي مسك فيه الروت بس طبعا بتكون عامل اندو وبنشيل الجزء فبيبقى ممكن تشيء يعني الجزء اللي باقي انت لو شيلت الميزيل فهيبقى لك الدستال ولو شيلت الدستال هيبقى لك الميزيل فهيممكن يستخدم كأباطمنت زي كده دكاترة اهو فانا اسمت عملت فشيلت الروض اه ده اوكي لان ده كان اكتر فيه سدير وقتاش من دروس وخليت المزية لعندي معموله اندو طبعا وبدأت استخدمه كاباطمند في اه بريتش طيب ده في برضو بس انا هنا ما بشيلش حاجة خالص ما بشيلش روت انا بخلي بس باقسم استنى الى نصين بدل ما هي بخليه اتنين بريمولرز اوكي باقسم استنى يبقى بعمل للمانديبلر مولرز بحيس ان انا اعمل لبوس الفرجمنت فبيخلي بيحول المولر لانتو بيخليها اكلناها اتنين بريمولرز الانديكيشن بعملها في المانديبلر المولرز اللي عندها باقلولينج والكلاس تو او سري فوركيشن انفولمنت اه لما يكون البونلوس في الجدرين متساوي يعني لو انت عندك بونلوس وقتاش من طول سنة متساوي مع ده فانت بتروح الخيار اللي عندك انك تعمل اه اه بتقسم المولر الى سنتين معمولهم اندو طبعا وكل واحدة بنحط عليها بعد كده اه كراون وتبقى سنة اه منفردة بنفسها ده البايك اسبيديزيزيشن زي ما شرحت لكم ده كاترة اهو اسمنا كل سنة وعملنا لها ريداكشن كده وباقت كل سنة هتتعامل بعد كده ليها كراون وهتوقف لوحدها طيب اخر حاجة وده اخر خيار لنا طبعا انت بنعمله في الجريد سري والجريد فور لو السدير جريد سري مش نافع معا اي حاجة والجريد فور لو عندك ادفانسد اتاش من تولوس لو عندك البلاك كنترول فيري داد او اديكويت لو عندك هاي كيرز اكتيفتي ده عنده هاي كيرز اكتيفتي فبيتكون عنده بلاك كتير نو كومبلايانس اوفزابيشن ما بيسمعش الكلام خالص مش كو اوبراتيب معاك لو الاتاش من تولوس فيري اكستنسيب اه في 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 معظم الروت وصعب انك تحافز على السنة فطبعا الاكستراكشن هو الخيار اللي هيكون عندك اااااااة لو الاكستراكشن برضو اااا ممكن يكون حل لو هو هيحسن البروجنوس بتاعت الادجيسنتوس لان احيانا لما بتخلع بيحصل بوند بوزيشن في من على اااالروتس بتاعة السنة اللي جانبيها نتيجة السوكة فل فده بيبقى خيار احيانا عشان تحافز على السنة اللي جانبيها انت يحصل في الفوركيشن سيرابي لو انت عندك زي ما اتفقنا لو عندك اه عملت تكنيك عملت اي غلط في في الريسكشن وانت بتعمل فعملت حاجة غلط ما ما خليتش يحصل في الاريا دي تبقى لو عملت بعد فأثر على منطقة فبالتالي اثر عالت بتاعك لو في روت كيرس كتير طبعا روت كيرس بيمنع انك خلاص كده السنة هتتخلع اه لو البيشن ده انت عامل بتاعك كويس وعملت كل بتاعتك واشتغلت شغل كويس بس هو عنده بالرسبونس اه للتريتمنت ده فلللاسف ده بيقدي الى اه الفليار بتاع الفوركيشن واخر حاجة طبعا لو انت عامل اندو وحش او حصل كل الحاجات دي من الاسباب بتاعت اه الفليار بتاع الفوركيشن سيرابي اه سانتيو اه 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 لكم يا جماعة واتمنى ان المحاضرة تكون فادتكم ولو في اي استفسار زي ما اتفقنا يا جماعة اه تكلموني على طول ان شاء الله نكون على تواصل باذن الله اتمنى لكم التوفيق شكرا لكم اه كان معاكم دكتورة نعيمة شكرا شكرا لكم شكرا لكم